تحذير من وزارة الصحة وتوقعات بارتفاع منحنة لإصابات مرة أخرى ونوهت إلى أن خلية الأزمة من الممكن أن تتخذ قرارات أشد من القرارات الحالية إذا شهد البلد ارتفاعاً جديداً في عدد الإصابات داعية المواطنين إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية إحنا لحد الآن ما لقحنا هواية يعني اللقاح إذا عم لقحيننا مثلاً نقول مليون مليون ونص إذا قد يشكل بالمئة من أربعين مليون يعني يراد أنه وقت يقدر نغطي ناس أكثر إذا ما نغطي حدود خمسين بالمئة ما نسيطر على الوباء تحذير قابله قرار من قيادة العمليات المشتركة بتحويل الحظر الشامل في يومي الجمعة والسبت إلى جزئي قرار لقي ردود فعل مختلفة من قبل المواطنين الذين تتفاوت نسبة الالتزام بينهم بالإجراءات الوقائية رغم تحذيرات الجهات الصحية للأسف نعم العراق الآن في دائرة القطر وذلك لعدة أسباب من الأسباب الرئيسية هي عدم الالتزام بالسلام المهنية والوقائية التي حذرت الإجراءات التي اتخذتها وزارة الصحة وكذلك إلى عدم المواطنين إذا أخذ اللقاح إشهادات جيدة جدا يجب أن تأخذ بنظر الاعتبار لكن مما يؤسف له معظم الناس ومعظم المواطنين لا يتزمون بهذه التعليمات مما يؤدي إلى ارتفاع الإصابات ارتفاع الوفيات وهذه ظاهرة غير صحية وغير حضارية أيضا ويشير منحن الإصابات خلال هذه الأيام إلى تسجيل ارتفاع ملحوظ مقارنة مع الأيام الماضية في حين حذرت وزارة الصحة أيضا من تطعيم الأشخاص بلقاحات مختلفة ضمن نظام الجرعتين مؤكدة عدم جواز ذلك وضرورة الالتزام بنوع واحد من اللقاحات كما حذرت وزارة الصحة والبيئة أشخاص غير مخولين يقومون بالترويج للعلاج من فيروس كورونا في أماكن غير رسمية ومن دون الالتزام بالتدابير والإجراءات الوقائية عبد الحمز زباري الحرة أربيل